أنا كابتن أيمن وهنا في البرنامج وقبله هنا في البرنامج مع كل للأسف يعني تعصر لمنتخبنا الوطني بنتلع كلنا كأعلاميين ومحلدين وجماهير ونتحدث عن مشاكل كبيرة وكثيرة في قرية القلب المصرية مش فقط المدرب تخلص الحكاية أو يخلص كم يوم مش كم شهر ونرجع نقول الحكاية كلها في المدرب يعني كابتن حسن حسن إن شاء الله يكسبنا كروش بإذن الله مدرب له تاريخ كروش ده ما يمشيش مثلا طبعا يعني ده غلطة كبيرة ده اللي دخل ده أنا حافظ عليه بإداءه أسناني ده طفشوه دخلت مش خرجك تاني ده طفشوه أطبع دخلت مش خرجك أنا أصدقى كابتن أيمن أحيانا المدرب في منتخب مصر يتحمل وحده كل المسئوليات الخاصة بقرة القدم المصرية ومشاكلها في منتخب مصر دايما نغير المدرب بس ما منغيرش الفكر ومنغيرش المنظومة تعال اتفرج على الدوري بتاعك والمشاكل اللي فيه هل هي حصلت النهاردة هل هي حصلت السنة دي هل هي حصلت السنة اللي فاتت وانت عامل عشرين فرقة في الدوري وعايز سلعب كل البطولات وعايز الأندية كبيرة بتاعتك سلعب كل البطولات بتتحكوا على مين لازم عايزين حد قلبه جريء حديد يجمع الأندية يقول لا أنا الدوري بتاعي 16 نادي مش حلع بغير 16 نادي كلام موانطب 16 نادي حضروا نفسكو 20-26 و20-16 نادي الناس بتحضر لبكرة إن أنا ماستحملش إن منظر الدوري بتاعك يهلك بالدح فيش حد في العالم كده ونيجي نقول حسام حسن واللعيبة مش جاهزة وحسام حسن ده إحنا مساعدين ده أنا بقدم له لعيبة الراجل لما جي يجمع لعيبة طب الراجل لما يتفرج على بطش الزمالك والأهل طب الراجل لما يتفرج على مطشلات الأندية لازم يدور على لعيبة مهيئة إنها تنضم المنتخب مصر مفيش لعيبة عندي مهيئة لعبت الأهل بتنهج من البطولات وتلاحم المواسم ولعبت الزمالك بتنهج من تلاحم المواسم موه بيرامس نفس الشيء قوي والفرق كلها والفرق بقى الثانية اللي زعلانة اللي بتلعب كل شهر مطشين ويقعدوا يناموا شهرين عشان يلعبوا في الدوري الله ده السيستم هو اللي يفشل حسام حسن واللي ينجح حسام حسن مش حسام حسن الله يا كابتن عامل مش حسام حسن أيوة فهو احنا بنساهم في فشل أي مدير فني أيوة ونرجع نقول أصل المدير فني ده لعب وحش وحلو يا حبيب أنا مقدمت لكش لعيب أساسي مبساعدكش فأتمنى ان كل ناس عندها فكر ناس مش رايحة تقعد على كرسي ويتقال انهم ما قعدوا على كرسي ناس عندها تطلعات مختلفة لكرة القدم المصرية أحلامنا كبرت عشان عندنا محمد صلاح اللي بنشوفه بيعمله ضد فرق أوروبا كلها طب معتنا طب البلد دي تقدر تجيب لعبة كرة تاني آه طبعا طب ازاي من تقطع الناشئين عندك ضايع مهلهل طب انت عندك بشوف أنا بشوف واحد يخش يأجل قطاع الناشئين نادي ويعمله بيزنس أنا شفت العجب أنا أول مرة أشوف قندية بتأجل قطاع الناشئين لمستثمر هنهزر أيوة انتوا بتدمروا كرة القدم المصرية السؤال يا كابتن وقاسي في المواطع هنا متى تتدخل الدولة أو يتدخل اتحاد الكرة ويقول والله اني الأندية دي أو وزارة الشباب والرياضة لا ده مش مسموح انت كده بتضر بالرياضة المصرية وكرة القدم المصرية ما تجيش تقول لي أنا حر يعني امتى نتدخل وازاي نتدخل وإيه هي القواعد اللي ممكن نتدخل بيها احنا البرنامج حلو آه ما تعورناش ماشي لاني لازم الناس تبقى فهمة فضل أصل اللي بيزعلك ان يبقى فيه ناس مش فهمة الغلط فين والصحفين وبيبقوا مسؤولين انت بمحتاج جيل مختلف إداري يكون مسؤول فاهم فاهم يعني ايه الأكاديميات الغلط اللي بتعمل عندنا في مصر اللي منتشر في كل حد اللي بيتحكوا على العائلات اللي بياخدوا فلوسه حلو ان انت بتاخد الطفل وبتحطه يلعب كرة طول النهار لكن الحلو ان انت تعرف توصله ان يلعب كرة مش قاعد محتفظ بيه عشان بتاخد فلوسه في اخر كل شهر وخلاص فمش عايز تزود منه او تقدمه النادي هل عليهم رقابة هل عليهم رقابة صحية هل انت حمل يقع واحد زي احمد رفع التاني ولا تصنع واحد زي كسير الاصابات الموضوع الموضوع علم مع مواهب مع ناس شايفة وعرفة وقدرة تقدم ازاي كل ده ما يوفرش لحسام حسن لعيب منتخب مصر يعني انت لو بتكلم ده انا بكلمك على الاكليمات اللي عندهم عشر سنين لا وفي نفس الوقت الكابد حسام حسن والمديرين الفانيين المنتخب مصر وكانوا بيتوري قبلها يتقال الجملة اللي هي الشهيرة كابتن ايمن انزل بمعدل الاعمار طب فين اللي هو اعمارهم قليلة النهار ده انت اعمار قليلة بيجيبه 24 و25 وقولك اعمار قليلة هنهزر يا جماعة يا جماعة الصح معروف للي فاهمين وعارفين الصح لكن عمر الناس دي ما هتشوفه لو انت مش عايش حياة الكرة وشايف عيوبها ومشاكلها وعندك من الزكاء انك تفهمها والوعي انك تفهمها منت بشرف تصلح ما فيه الناس قاعدة عالكراسي مالك يا جماعة غيرنوا حسام حسن اهو الموضوع مش حسام حسن الموضوع سيستم مسابقات الموضوع سيستم صناعة ناشئين الموضوع سيستم صناعة مدربين انت ما عندكش صناعة المدربين في مصر المدربين بقوا يتحيلوا وانا بقعف على حاجات تهلك بالدحي يقولك وفلان الفلاني عمل معايشة في نادي اندرلاخت ونادي ايكس وهو البيه راح قعد في المدرج اسبوعين ثلاثة حاجاتكم واو اكتسب خبرة رهيبة في الاسبوعين حنأذر ايوه انتوا هتتحكوا علينا ولازم بقى يروح المنتخبات القومية للناشئين ولازم يروح المنتخبات ونبتدي نتحك بيه على نفسنا لو جابت اسكالة تيران بس في البيئة بالجيكة وراح المدرج انا ممكن اعمل كده وخدت معايشة عملت معايشة يعني ايه معايشة فيش حاجة اسمها معايشة انها هتأثر الموهبة دي حاجة تاني ممكن يطلع عندك مدرب هنا في مصر يدرب اي حتة في العالم عمرها ما تحصل من ان برضو عندي التعليم عايش شغل اشتركوا في القناة